اندر غاضب لانه وقع في فخ يلدس عند رؤية زوجته تدخل الفندق من الكاميرا يعود هاليت الى المنزل ويسأل يلدس الى اين هو ذاهب بالطبع اعد النجم غطاء له الزهراء سيئة للغاية يحاول كمال اقناع زهرة بالايمان به ان يغفر له يعتقد الجميع ان كمال يحاول الاقناع لان امواله تنفذ وقع الاثنين على بروتوكو للطلاق قرر علي هان السفر الى الخارج شارك هذا مع هاكان يرى علي هان صديقه القديم اليف في حانة يذهب اليها يجرون محادثة عندما يخرج دل اوشندار وزينب ينضم الي هان واليف وهاكان ايضا زينب تغار من اليف يوافق اندر على بقاء كانر مع اليهان لكنه يريدها ان تنتقل للعيش معه اندر يأتي الى عشاء عمل هاليت كل من يحضر العشاء يحب الافكار لا يستطيع ارم التكيف مع مدرسته في الخارج اتصل بوالدته واخبرها انه يريد العودة يخبر اندر هاليت بهذا لكن الرجل يطلب المزيد من الوقت هاليت مقتنع اخيرا سئم هاليت من الاهتمام المستمر بكل شيء يريد ان يستريح يريد احضار مديره السابق المسمى كايا الى الشركة يخبر صديقا من هاليت يلدس بشراء مئة جرام من سبائك الذهب لكنه يذهب ويشتري ربعا زوجة هذا الصديق ستجلبها الاندر على الفور عندما اخبر اندر هاليت خرج الى يلدس لكنها تفلت من العقاب مرة اخرى كما يدعو دوندار اليهان وهاكان الى وداع البكالوريوس تبدأ الحفلة في الجناح ولكن في النهاية اندلع قتال حول الاغنية ينتهي بهم الامر في السجن محامي عليهان ينقذهم يأتي دوندار ايضا الى الشركة ليشكره تخطط النجمة ايضا لاقامة حفلة صغيرة مع الراقصين لاخيها عندما يكون الرجل الراقص فضيعا جدا انه عار عندما تعلقه حتى ارقص على اي حال تخبر زينب اليهان انها مرتبكة بشأن السواج لكن الرجل ليس من هناك يرى مصطفى صور زفاف يلدز هاليت في منزل زوجته السادقة ويضغط على اسومان المرأة عندما تدرك ان الرجل ذاهب الى اسطنبول من اجل بناتها تمسك بسكين وتطعن الرجل يذهب اندر وكانير الى المطار لمقابلة ارين هاليت هو ايضا هناك الى جانب ارين جاء مدير هاليت السابق كايا ايضا مع الطفل عندما رأه اندر قال لاخيه لقد انتهينا من كانر يطلب مصطفى من زوجته السادقة بيع منزلها واعطائها المال له تقول المرأة ان بناتها يعملن في اسطنبول ويطرحن منزلها للبيع هذا يذهب الى اذام هاليت يريد ايضا اخبار يلدز والتحدث الى والدته والدته تقول له ان لديه ديون القمار اخبر ليهانها كان ان دوندار جاء اليه والمح الى وجود شيء بينهما ديسمبر كما يقول هذا لزينب في غضون ذلك ستأتي عائلة دوندار لمقابلة الهاليت ديسمبر انه مليء بالاحداث قليلا بمشاركة دروا امير تبدأ اموالهم في الذوبان لان هناك اشياء خاطئة في استثمار كمال في امريكا توقف عن تجديد المنزل وطلب من هاليت المال الذي استثمره في الشركة هاليت وكمال تصبح الاضداد هذه المرة سيقاتل كمال وزهرة اندر يلتقي مع زيرين يريد ان يطلق نصف الاسهم في الشركة عليهان في اليوم التالي يذهب اندر الى اليهان ويوقع بروت كول الطلاق عندما يأتي اندر الى اجتماع مجلس الادارة يقول انه يمتلك الان 15 من الاسهم هاليت واليهان غاضبان جدا من زرين اندر يجلس للتفاوض مع هاليت من اجل حق الادارة ونقل الاسهم لاحقا دوندار يتحدث الى اليهان وهكان قررت زينب ودوندار تناول العشاء مع شقيق الرجل ديلا كما تتناول زينب غداء عمل في نفس المكان يتناولون العشاء معا بعد العشاء يلدز يجعل كانير يعتقد انه يتحدث الى كمال في الشركة يخبرك الوقت والمكان للاجتماع في الفندق يقنع الامير باقناعه كانير يخبر اندر بما سمعه يضعون معا خططا للذهاب الى الفندق الذي قاله يلدز في اليوم التالي بالاضافة الى اندر وكانير يشاهد امير ايضا اولئك الذين يدخلون الفندق في مكان منفصل يأتي يلدز الى الفندق اولا يليه كمال اندر يراهم قادمون يدعو الزهراء والهليت ويدعوهم هناك في الغرفة يقع كمال عن غير قصد في شباك النجم الباكي كمال الذي يعتقد ان يلدز يخلع ملابسه من الداخل يقرع الباب اثنى امتظاره وتحت قيادة زهرة وهليت اندر عندما تفتح امرأة مثل يلدز وليس يلدز الباب يشعر اندر وكمال بالارتباك ايضا زهرة التي ترى زوجها بالدافل مع امرأة اخرى تنفجر الصفع من ناحية اخرى اثناء محاولته اثبات هليت من الكاميرات ان يلدز كان هناك هرب يلدز بالفعل يذهب كمال الى غرفته للتحدث الى يلدز بدافع الغيرة بمجرد ان يمسك بها ويقلبها الى نفسه تأتي ليل سيكون هناك ذعر مزدود يتم الخلط بين عقل ليل بينما يحاول يلدز اقناع ليل يحاول كمال عدم ترك زوجته بمفردها في المنزل زينب التي علمت من يلدز ان زواج عليها حقيقي اخبرت دا اوشندار لنتزور يوافق دندار المهر يبدأ الحديث عن قضايا خاتم الزواج زينب تعطي خبر الزواج من يلدز يخطط يلدز ايضا لاعطاء هذه الاخبار في الاماكن العامة للانتقام من عليها يخدع هاليتلي اعتقد ان الجميع غير سعداء لان اريم رحل ويرتب وجبة يقنع كمال زهرة بالذهاب الى صالة الالعاب الرياضية حتى يسخن الطقس قرروا الذهاب الى صالة الالعاب الرياضية حيث يذهب يلدز يذهبون الى المقابلة يبدأون في اخذ دروس من نفس المعلم كانر يدعو معلم الصالة الرياضية ويحصل على اخباره يريد منه ان يقترب يحاول اندر استفزاز عليها بشأن هاكان وزينب هاكان وزينب يذهبان الى الملجأ لدينا ممنوع ابول معلومات الفيديو قد انتهت هنا لا تنسى الاشتراك في قناتي وتشغيل الاشعارات